ازايكو حبابي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير والسحة والسعادة يا مواليد برج الجاتي. مواليد برج الجاتي النهاردة ان شاء الله معتنا مع القرية بتاعتكو للأسبوع التاني من شهر اكتوبر. تشوف احوالك احوال شريكك. كالعايدة نشوف التاكة بتاعتكو. تاكتك انت وتاكت شريكك. وآآ حبابي آآ لو سمحت مواليد برج الجاتي لو كنت حد جديد معنا في الكنية ما تنسوش تشتركوا. وتفعلوا زر الجرس علشان اي فيديو جديد ينزلي يوصل لكم باشعار. واللايك والشير علشان كل مواليد برج الجاتي يوصل لهم الفيديو. يلا نبدأ حينا بسم الله. اول كارت نتي اسحابه لطاكة مواليد برج الجاتي. مواليد برج الجاتي. طاكة بتاعتك الاسبوع ده فيها نهايات. نهايات لحاجة معينة في حياتك. بتخرج من حاجة او منطقة سلبية مش عجبك. في حاجة في حياتك مضيقك وبتبدأ تطلع منها. وكأنه في حاجة اه بتنتهي. سواء اه عمل بتثيبه سواء اه علاقة عاطفية بتخرج منها. ولكن مش معنى كده ان ده ضمار وده خراب وده حاجة اه اه وحشة. على الرغم من انه ممكن تحصل عندك حاجة كده اه مفاجأة. يعني تحصل عندك الحاجة دي مفاجأة. اه الا انه اه في النهاية الامور هتتغير. وهتتغير ان شاء الله للاحسن وانه هتخرج من حاجة وتدخل حاجة جديدة. فدي نهاية اه هتحررك من اي طاقة احباط او توتر كنت بتمر بيها قبل كده. بتنهي حاجة الاسبوع ده. وشايفاك بتبدأ بداية جديدة او بتنتقل لمرحلة جديدة من حياتك. اه ممكن كمان يكون بتخرج من حد من اصدقائك بتسيب حد من اصحابك مثلا. بتكسر رابط صداقة بينك وبين حد. او حاجة امر خلاص هتخليه في السابق وتنهيه. وتبدأ بداية جديدة. اه اي شخص كان بيسبب لك خلافات او توتر ممكن في العلاقة العاطفية تنهي معاه وتبدأ مع حد جديد. فشغل مثلا كنت تعبان فيه متضايق وهتبدأ تسيبه وتروح لشغل جديد. فخلينا نبص للكرتب بطريقة ايجابية اكتر وبنقول انه هتنتهي اه مرحلة سيئة في حياتك. وبعد كده هتوفر مرحلة احسن فيها تحسن صحي وتحسن مادي وتحسن عاطفي. وهتطلع من طاقة الارهاق والتعب لطاقة احسن وافضل. طيب. هنا نشوف طاقة شريكك. بسم الله. شايفة طاقة الشخص ده اه كأنه هيخسر حاجة الاسبوع ده. ممكن تكون عنده خسارة مالية او خلينا نقول وظيفة بيسيب وظيفة معينة شغل المعين هو فيه بيسيبه. او علاقة بيطلع من علاقة عاطفية. ولكن عنده شايفة عنده مواجهات. الدنيا صعبة معي ماليا وعاطفيا. ولكن في نفس الوقت رغم انه الامور صعبة معاه والامور مش مشية على ما يروم. انه انا شايفة فيه دعم من الناس حواليه. كأنه قدام اختيارات جديدة. يعني بيخرج من من وظيفة مثلا بيروح وظيفة جديدة. بيطلع من علاقة عاطفية بيدخل علاقة عاطفية. انا شايفة كده. وفي حاجة يعني هتكتشفها انت عن الشخص ده. ولكن شايفة الشخص ده في حاجة اخترها وبيعوضها بحاجة تانية وماشي لقدام وبكمل. كمان كأن الشخص ده شايفة طاقة الاسبوع ده كأنه خايف من العوز المالي. يعني خايف انه يبقاش معاه فلوس. خايف انه يفقق بيتي. يفقق شغل. آآ خايف من انه يفققك انت شخصك. يعني يحتل حاجة بينك وبينه. تخلي العلاقة تنتهي. ولكن انا شايفة انه يعني كأنه الشخص ده في حاجة هتبقى مضايقة. الاسبوع ده وكأنه ممكن يفقق شخص قريب عنده. في حاجة بتحصل عند الشخص ده بتضايقه. وبتخرجه من الموت بتاعه وبيدخل في موت سيء خالص بالحاجة اللي هو آآ حي في ادها دي او الامور اللي هتحصل عنده مش هيكون متوقحة. كأن حاجة كده آآ يعني بتحصل له على فجأة. طيب خلينا نشوف طاقت او خيبا نشوف طاقتكم انتو اللي كنين في الكروت هتطلع عاملة ازاي? هاللي بيحصل ده بسم اللي. موريد بوركي جات. طيب خليني كده الاول يا موريد بوركي جات سي اقول لكم على الابراج اللي زهرة قدامي آآ شايفة عندكم بوركي الجوزاء والميزان والدال والحمل والميزان تاني والسرطان والعقرب والعزراء. طيب زي ما ظهر في الطاقة بتاعتك انت والشريك في نهايات. في فعلا نهايات في علاقة بتنهار فجأة بسبب وجود طرف تالت. بوركي الجدي هتكتشف طرف تالت في العلاقة بتاعتكم. الشخص تالت هو اللي هيفصل بينك وبين الشخص اللي انت معي. في نهايات. لابد منها. عند البعض طبعا. وبسبب ده او بسبب اكتشافك للطرف التالت ده في مشكلة تحصل بينك وبين الشريك. شايفة الشخص ده هيمر بكرمة. هيمر بكرمة. لو انتم منفصيلين اصلا. فالشخص ده هيمر بكرمة وهتسمع عنه اللي اتعمل فيك اتعمل فيه. شايفة الشخص ده عنده طاقة قلق رهيبة بعد اكتشافك للموضوع ده. لانه في في حياته حد. عنده قلق وقرق وعدم ارتياح. وندم بقى ندم بصوا. المشاعر بتاعته عاملة ازاي طاقة ندم شديد. بيفكر طول الوقت. بيفكر في كل حاجة حصلت في كل كلمة في كل خطوة. طبعا هتحصل مشكلة وهيعد يدفع عن نفسه ويبرر تصرفاته. الشخص ده انت هتكتشف انه لما تحطيت معاه في اختيار ما بينك وما بين حد تاني اختاري الحد التاني. وشايفة بيرحل بيختاري الحد التاني وبيرحل. بس شايفة بعد ما بيحصل ده بيندم. فيه انهيار مفاجئ في علاقة عندك. والامور كلها يعني هتزعف العالم كل شخص ده كل رايح يتجوز. وانت هتكتشف ده. بس فيه حد تالت في العلاقة بتاعتك فيه طرف تالت. ممكن الطرف تالت ده يكون اهله. هم اللي مش عايزين مسلا ان الموضوع ده يتهمه. ولكن انا شايفة فيه عندك انت فرص احسن. انت عندك احتفال وعندك كتب كتاب. في حد هيعرض عليك زواج غير الشخص ده. الشخص ده ممكن يكون بينك وبينه وبلاد. هو في مكان مسلا وانت في مكان. شايفة فيه امور بتتعامل او بتحصل لصالح موليد برج الجازي. عندك اوراق كانونية بتخلص لصالحك. او امر في محكمة بيخلص لصالحك يا موليد برج الجازي. عندك وفرة مالية. ان شاء الله. كأنه فيه فلوس جاي لك. فيه امور مادية آآ لصالحك. كمان شايفة عندك توازن في الامور. كأنه امورك آآ بتتوازن سواء في العمل. او في العطفة بعد خروج الشخص اللي بدايقك ده. شايفة الامور عندك هترجع تتوازن. فيه عندك بدايات جديدة. وفيه امور مادية بتبدأ تتعدل معاك انت. عندك طاقة انتصار وبدايات جديدة. يعني حتى لو الشخص ده خرج من حياتك فانت برضو اللي خارج منتصر عليه. وعندك بدايات جديدة. فيه اشخاص جديدة هتدخل حياتكم. فيه اشخاص جديدة. وفيه امور آآ هتمشي لصالحكم انتم. رغم انه الدنيا تبان من برق انه الامور ما مشتش على ما يرام والدنيا مش مش كويسة. الا انه العكس كميما الامور هتمشي بصالحكم. وهتبدأوا تاخدوا خطوات يعني هتبصوا القدام مش هتبصوا الورا. فيه عندكم شهرة او حاجة آآ هتعلي من مستواكو انتو. وشايفكم بتمشوا قدامكم مش بتبصوا تاني على الورا ده. الامور اللي كانت في الخلف. ترموها وردهركم وبتكملوا في الطريق بتاعكم. خلاص رفعتوا صفكو على ايه حاجة مش عاجباكو. شايفاكو بتتمرضوا على اي حاجة تضايقكو. وشتسمحوا الحاجة التانية انها هتضايقكو. فيه ابواب رزق جديدة بتتفتح لكم. سواء هتدخل مشروع جديد هيبقى منصر الاسبوع ده. سواء هت آآ هتنتقل لشغل تاني. او آآ ان شاء الله آآ في آآ زواج عندكم وفي بيتكو او لحد من آآ آآ رائبكم. ولكن فيه مناسبة سعيدة عندكم. خذيني اأخل لكم. تشوف كده كروت الحب. تقول لنا ايه? يا حد بيبعت لك كيس. بيبعت لك بوسة. حد بيعبر لك عن حبه وعن مشاعره. وآآ على ما يبدو ان هو ده الشخص الجديد اللي آآ هيدخل حياتكو. وهي حبوكو محبة من غير شروط من غير قيود. حد ما اعطاء جدا. ومن اول ما انت هتشوفه هتحصل او هتحس ان انت واقعت بحب الشخص ده. كمان آآ عندكم تغيير مفاجئ. وآآ اخبار مفاجئة لصالحكم انتو. فيه امور بتمشي لصالحكم. وهتحصل على فجأة. كأنك هتقابل الشخص ده آآ على فجأة كده يعني مش مترتب للمقابلة بتاعة الشخص ده. كمان آآ كأن الشخص اللي انت سيبته او هتسيبه. هترجعه غرباء تاني والعلاجة بتنتهي. وشايفة يعني مفيش فرصة لرجوع على الاقل في الاسبوع ده. والكارت بينصحك وبيقولك يعني غير حياتك وامشي في الاتجاه اللي انت عايزه. وما تبصش تاني وراك. وحاول ان انت تنتبه لنفسك اكتر. وما تخليش حاجة توقفك او تعطنك. طيب تعالوا نشوف آآ كارت من كروت الاحجار الكريمة هينصحك يقولك ايه? حجر الاماتست بيقولك ايه? بيقولك بيقولك اكشف عن نفسك او عن حقيقتك عبر عن حقيقتك وعبر عن نفسك. وبيقولك لما انت يعني توضح شخصيتك واسلوبك للناس حواليك ده يحسزك ان انت محبوب اكتر. يعني انه اللي داخل حياتك ده داخل علشان هو متكبلك زي ما انت. وان انت مش حد فيك ولا انت حد مزيف. دي حقيقتك. وهتحس بروحها نفسية وهتحس بتحسن كبير في حياتك. لما تكشف مشاعرك الحقيقة وتعبر عنها للناس اللي قدامك. حتى لو قدامك ما فيه ماش يكفي ان انت عبرت عن مشاعرك. وبيقولك كمان انه الناس كلها بتختلف ولكن بيحبوا بعض في النهاية. واشرط ان الناس تكمل في العلاقة ايه? انه يكون فيه احترام بينكم وبين بعض. واذا تعرضت للمدايقات وحد دايقك فيعني بص القدام ولا تبالي ولا كأنه حصل. وحاول ان انت آآ يعني ما تحط الشروط وقيود تخنؤك وتضايقك في حياتك. بص على احلامك واذا يا ربنا وانت هتبقى اقوى وتعلم ازاي تحب نفسك. وهم لو كانوا بيحبوك الناس دي هيكملوا معك في العلاقة. لو ما كانوش بيحبوك بقى خلاص اسئلتهم احسن. فحاول ان انت آآ تكمل اي حاجة نقصك. وما تخليش حاجة تعقدك. او توقفك وخليك ايجابي وعندك ثقة بنفسك. برج الجدي دي كانت قريتكو حبايبي الاسبوع التاني من شهر اكتوبر. اتمنى يا رب قريتكو انا عجبتكم. ولو عجبتكم ما تنسوش تضغطوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس علشان اي فيديو جديد ينزل يوصل لكم باشعار. واللايك والشير علشان كل مواريد برج الجدي يشوفوا الفيديو. واشوفكم الفيديو الجديد يا برج الجدي.